والناس بتتفرج عليك تقولك ايه اه يا جب що عزي فاهم كرا كويس هو تم انا كمان فاهم كرا صح ايه اللي هيختلف بيني وبين احمد عزي صح هو بيتكلم بعشرين في المية انا وبتكلمش بعشرين في المية حلو انا بت disconnected باكتر من 20 ايه ليه لان هو في الاول في الاخر هو اتفرج على الماتش مرة واحدة المرة الواحدة دي هو مستحيل يكون شاف الكورة وشاف اللي حوالين الكورة وشاف الاعادة بتاعت الالكورة انت نفسك متقدرش تعمل ده بزبط كده لا محتاج تشوفه كذا مرة بزبط كده في ناس بتقول طب ده معناها ان انا لازم اتفرج على الماتش كذا مرة لا هي التكنولوجيا التطورت يا جدعيني يعني انا ممكن اشوف اللقطة 3-4 مرات ده مش معناها انا شوف 90 دقيقة 3-4 مرات بس اللقطات معينة بطريقة معينة احنا بنشتغل بيها فانت بتاخد الموضوع ده ثانيا انت بتفهم كورة وانا بفهم كورة انت الاصل بتاعك لفهم الكورة هو فهمك انت عن الكورة انا الاصل بتاع فهمي عن الكورة المذكرة اللي انا بروح اذكرها الكورسات اللي انا بروح اخدها فعلشان كده الفرق بيني وبينك بس ان انا شوية اخدت حاجات اكتر تخليني تساعدني في ان انا وانا بكون وجهة النظر اخليها منظمة اكتر فلما تبقى منظمة اكتر اعرف اوصلها لكم اكبر من الناس حلو وبالتالي الحاجة التالتة بقى ودي الحاجة اللي إبراهيم فائق كان بيتكلم فيها واللي طلقت فيها أنا وإبراهيم فائق تحديدا يعني وإنت طبعا كنت أصلا من المدرسة دي كده كده اللي بحكم الصحافة الفكرة بتاعت أنت بتقول قصة هو أنت ليك عنوان وليك زاوية تناول فأنت عشان توصل الكلام للناس هي لها طريقة أو أسلوب عشان كده هو تلقائي أن المشاهد هو بيفرج عليك هيستمتع عشان هو بيسمع قصة حلوة بالزبط كده ففي ناس كتير بتفهم كرة فعلا بس ما تعرفش تصيغي الموضوع وفي ناس فهمها للكرة هو فهمها هي أنا حاولت بقدر الإمكان بسبب حاجات كتير درستها تخليني ما بتكلمش بفهمي أنا للكرة ويعني إيه فهمي للكرة دي هحاولها بساطها للناس بحاجة بسيطة كده إحنا متعودين عن راس الحربة ده والمهاجم ده إنه هو إيه بني آدم طويل قوي جوا منطقة الجزاء بيلعب بالهد صح؟ ده راس الحربة اللي إحنا حافظينه طوله عمرين جاء بيب جورديولا في يوم وأمحطة ميسي راس حربة لو إحنا بنستغل بفهمين إحنا عن كرة هنقول يا جماعة ده أقصر واحد في الملعب ده بيه خرف ده كلام مش منطقي مستحيل إدتو بيلعب وينج يمين وتياري أونري بيلعب وينج شمال طب ما إزاي ده راس حربة والوينج اليمين ده لازم يبقى بيرقص فاتبقى أنت مش منطقي أو أنت شايف الكلام ده مش منطقي طبعا فبالتالي ده فهمك أنت عن الكرة فهم جورديولا عن الكرة مختلف وتوظيفه مختلف فأنا المفترض قدر الإمكان أبقى مستوعب أن في مئات الملايين من الاحتمالات في كرة القدم أنت عندك احتمال منهم فهمك أنت عن الكرة أنا دوري أن أفتح المئة مليون طبعا علشان أنا في الآخر لو شفت ده وفهمت سامو لقيته إزاي لعب من على الوينج ونجح ما استغربش لما لقي مورينيو بيلعبه على الوينج بطريقة تانية خالص وبيخليه دافع واستوعب الموضوع وهكذا عشان كده بتلاقي مثلا كانت مرحلة في مصر الناس كلها بتنتقد كارلوس كيروش عشان بيلعب 4-3-3 وبتقوله العالم كله بيلعب إحنا مصر كلها بتلعب 4-2-3-3 وليزي ما في صنع علعاب 4-2-3-1 بطلوها زمان كانت موضوع 3-5-2-4-4-2 وهكذا فالكورة بتتطور طول الوقت فهمك انت عن الكورة ده يخصك إنما فهمي أنا عن الكورة إن أنا حاول أفتح لك كل المجالات والاحتمالات علشان خاطر إنت تستمتع بإنك تسمعهم كلهم إحنا جزء ترفيهي وفي الآخر برافو عليك حلو جزء ترفيه وفي الآخر هتفضل لوجهة النظر التحالية دي هي وجهة نظر يعني إنت هتفضل هتفضل تشوف المباراة بتمانين زاوية ويجي واحد تاني يقول لك لا لا بس معلش عايز في زاوية تانية أنت باخدتش بالك منها حلو برحته بص شوفي الزاوية اللي أنت عايزها يعني هي تحتامل كده عشان هو أحيان يقول لك إيه هو بيفرج عليك لا 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 كمي أنت بتقول ده غلط خالص ده أكيد عمل كده ممكن تبقى وجهة نظرك زي ما قلت لك أنت أو أنت بتحكي قصة أنت لازم تبقى مستوعب إن أنا لو قلت لك مثلا بحكي لك قصة يعني فأنا لازم أثبت لك كل حاجة أنا بقولها أصلاً لهم أثبتت لك هو الفرق إيه اللي إحنا اخترناه مع أبراهيم فاي بص أنت أي حد في الدنيا بيطلع قدام الكاميرا دي هو بيقدم خدمة للناس عشان أقدم خدمة للناس أنا محتاج إن أنا عندي فعلاً خدمة أقدمها فإيه الحاجة اللي ممكن تكون خدمة للناس أكيد مش رائي لأن أنا رائي ما يخصش حد يعني ده يخص إن أنا بس وعندي رائي أحسن من رائك وأنت أنا أقولك كده أقولك أنا عندي رائي أحسن من رائك بس أنت أثبت لي رائك أنا اللي أنا بعمله إيه إن أنا بحط له كل الموطيات الممكنة قدامه عشان هو يكون وجهة النظر أو يبص على المرش الطريقة تساعده إن هو يكون وجهة نظر مختلفة يشوف الحاجات دي فأنا دوري دلوقتي مش إن أنا أقدم لي وجهة نظري هو أدوري إن أنا أحاول قدر الإمكان أثبت له الحاجة اللي أنا عايز أتكلم معاه فيها لأكتر ولا أقال لأنه ده الحاجة الأبسط للناس والحاجة الأمتعة للعقل لأن أنا أدوري إن أنا أنور لك حاجة في عقلك تتفق تختلف معي دي بتاعتك بس أنا أور لك حاجة قدر الإمكان بدل ما أبقى أتكلم وخلص